طبعا بيان وزارة الخارجية السودانية نفتكر أنه بيان إيجابي وبيان طيب لأن السودان جزء من التحالف العربي والإسلامي لاستعادة الشرعية في اليمن والسودان مشارك مشاركة فعلية بقوات على الأرض وبالتالي هو جزء من معادلة السلام في اليمن فبالتأكيد ما كنا نتوقع أكثر من ذلك لكن ما أؤكد عليه أن هذه المبادرة زي ما أنا ذكرت قبيل أنه متوقع كل الدول العربية والإسلامية توافق عليها طبعا باعتبارها مبادرة الإسلامية ولا يرفض السلام إلا تاجر حرب بالنسبة للموقف الحوثي أنا في تقديري إذا أريدت أن تغرى الموقف الحوثي فانظر إلى الموقف الإيراني يعني أتكلم عن المسألة واضحة والعلاقة واضحة في هذا الجانب ولذلك أنا أخشى يعني أن يعيد التاريخ ذاكرة الموقف الإمام الخميني في 88-88 في الحرب العراقية الإيرانية عندما قبل بيغة في الحرب وقال مقولته المشهورة أنا أتجرع السن في هذه اللحظة وأنا أقبل بهذا القرار أرجو أن لا يعيد التاريخ ذات الموقف وأرجو كذلك أن يتعمق الموقف الدولي الذي بدأ باهتمام واضح جدا من شهور بالأزمة في اليمن وأن يركز على أن تكون هذه المبادرة حقيقة هي طريق خارط الطريق جديد لتحقيق السلام في اليمن واللي حل أزمة الحرب وما يؤكد أو الجميل في هذه المبادرة أنها يعني بنيت ابتداء على الموقف الإنساني يعني ركزت في بنودة على الموقف الإنساني بيعانا أن الموقف الإنساني بيأخذ صدارته في هذه المبادرة وبالتالي أشارت إلى وقف الحرب وأشارت إلى الوضع الإنساني في اليمن وبالتالي فتح المطارات إلى آخره ترجمة نانسي قنقر